تولي الأحزاب السياسية في العراق اهتماماً بالغاً بانتخابات مجالس المحافظات القادمة حيث وضع هذا الملف في طاحونة الصراعات السياسية مجدداً بين أحزاب الإطار التنسيقي وغيرها من المتنفذين وعلى رأسهم التيار الصدري وكذلك بين أطراف عدة داخل بيت الإطار التنسيقي إذ كشف الحديث عن انتخابات مجالس المحافظات عن وجود تصدع آخذ في الاتساع بين زعماء الميليشيات ولسيما بين الخزعلي والمالك حيث يسعى كل منهما إلى الانفراد بقيادة الإطار وتنحية الآخر في فترة التحضير لانتخابات مجالس المحافظات إضافة إلى ذلك أن المخصصات المالية لمجالس المحافظات أسهلت لعاب قادة الأحزاب ودفعتهم للدخول في سباق الاستحواذ على مجالس المحافظات والاستفادة من امتيازاتها المالية السباق الانتخابي القادم يفتقد لأهم عنصر يعطيه شرعية التسمية الشعب العراقي الذي أعلن منذ عدة سنوات مقاطعة شبه تامة لكل انتخابات تحت مظلة العملية السياسية ووجه صفعة قوية للأحزاب في الانتخابات البرلمانية السابقة إذ بلغت نسبة المقاطعة الشعبية أكثر من 90% ومن المتوقع أن لا تقل هذه النسبة في انتخابات مجالس المحافظات القادمة وكما أن الشعب العراقي أيقن تماماً أن النواب لا يمثلونهم في البرلمان كذلك مجالس المحافظات أبعد تمثيلاً عنهم وهم يرون انعدام الخدمات وترد البنى التحتية ويصارعون لتحقيق أدنى متطلبات الحياة من كهرباء وماء انتخابات مجالس المحافظات القادمة ستفتح الباب مجدداً لصراع مشابه لما كانت عليه الأحزاب قبل تشكيل حكومة السودان وستقدم للمنظومة الحاكمة دليلاً جديداً على أنها فاقدة الشرعية من الناحية الشعبية